السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويتبث أقدامكم صدق الله العظيم تحية نضالية خالصة عالية لجميع الشرفاء والشريفات الأحرار والحرائر في هذا البلد الأمين من طنجة إلى القويرة تحية خالصة للرجال للرجال الرجال الرجال كما قلت الرجال والإنس يفتقل الرجال والإنس يفتقل الرجال الغيورين في هذا البلد وتحية للنساء الحرائر للنساء الحرائر للنساء الحرائر في هذا البلد الأمين والخزي والعار والذل والهوان لجميع الخوانة التي يبدل جلده بحل نحنش الخزي والعار له وكما قلت سيشهد التاريخ وسيشهد التاريخ على هذه المهزلة التي على أساسها تم إقساء رجال ونساء من خيرة شيوخ الطربية والتعليم الذي نتوظف في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات وأعطوا الكثير كما قلتها سابقا تم التنكر إليهم في آخر المطاف ولم يتم إنصافهم وتم إقساؤهم من الحوار الاجتماعي البئيس في الخمسة وعشرين أبريل 2019 جميع المتقاعدين السابقين الذين تم إقساؤهم والذين تقاعدوا مع قبل 2012 وشملهم الظلم ديال المرسوم ديال 2003 والظلم ديال المرسوم ديال 85 بالرجوع إلى المادتين المادة 112 التي يتم الترقية على أساسها بقاعدة ست سنوات في الدرجة أو السلم منها 15 سنة أقدمية عامة والمادة التانية هي المادة 115 التي تمنح سنوات اعتبارية هاتين المادتين وضعتها في المرسوم ديال جوز صفر جوز 854 لتنسموه اختصارا بالمرسوم ديال 2003 إذن مدام توجدوا في المرسوم ديال 2003 فابتداء من هذا التاريخ يعني يقرون وهذا المرسوم يقر بأنه جاء بخرقات وبطغارات وبظلم لشريحة كبيرة من الفئات التي تشتغل ضمن أطر وزارة التربية الوطنية إذن ماذا أن هاتين المادتين وضعتها منذ 2003 فلماذا تم اعتماد تاريخ واحد وحد 2012 وما بعد إلى غاية 2015 من أجل اعتماد المادة 115 ومنحها لهؤلاء المتقاعدين السابقين جزء منهم من 2012 إلى 2015 في حين تم استثناء المتقاعدين السابقين الذين تقاعدوا ما قبل 2012 من مضمون هذه المادة ونزل والمادة ونزل لماذا تم اعتمادها من أجل معالجة ملف مثلا أسادذة الإعداد ولم تتم اعتمادها بالنسبة لأسادذة الابتداء المعلمين السابقين الذين توظفوا بالسلم السابع والسلم التاني إذن حل ملف ضحايا النظامين من وجهة نظري كان يجب أن يتم بالمماثلة بالمماثلة المماثلة مع ملف أسادذة الإعداد سواء الذين سبق لهم أن كانوا معلمين أو الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين في حين أن نجد أن بعض الفئات استفدت أكثر من مرة استفادوا مع أصحاب الزنزان تسعة واستفادوا من تغيير الإطار واستفادوا مع أصحاب الشواهد وينتظرون الاستفادة من خارج السلم في حين أن أساتذة الابتداء الذي سبق لهم أن كانوا معلمين تم يستثناءهم وإقساءهم رغم أن جلهم قد استوفى الشروط النظامية من أجل الترقي في حين نجد أصحاب الحق الذين استوفوا الشروط المطلوب من أجل الترقي والذين لهم نفس الشروط التي على أساسها استفاد المتقاعد السابق بالاستعطاف من 2012 إلى 2015 وتم استثناء المتقاعدين الضحايا الحقيقيين من هذا الحل في حين أنهم هؤلاء الذي تم ترقيتهم استثنائيا فتم استثناء من الاستثناء الاستثناء استثناء المتقاعدين ما قبل 2012 من الاستثناء استثناء المستثناء الاستثناء من المستثناء هما أصلاً مستثنين من مضامين المرسوم جوز 19.540 واستثنوا منهم هما مستثنيين واستثنوا منهم المتقاعدين ما قبل 2012 الاستثناء من الاستثناء قمة الظلم والعار وعليه طلبوا من السيد الوزير السيد الوزير الوسيم أن يشرف بنفسه على هذا الملف الشائك وشوف الخباية دياله أن هناك ضحايا ما قبل 2012 سواء ضحايا المادة 112 سواء ضحايا المادة 115 سواء ضحايا المادة 99 للحصيص ركني الناس تستهلوا عندهم حقوق ديالهم قعدوا ما قبل 2012 وتم استثناءهم ضلما وجورا أيها الوزير الوسيم والناطق الرسمي للحكومة ونحن كرجال التعليم سابقين نتشرف بأن تمنح هذه المسؤولية المسؤولية ديالناتق الرسمي لوزير التربية الوطنية ولهذا يجب أن يساند ويدعم القطاع الذي يشرف عليه فهناك الدعم يمشي هباء منطورة بالرجوع إلى الصحفيين الدعم الذي منح إلى الصحفيين المنشور خرج في شهر مارس والمرسوم خرج في أجل شهر أربعة والموافقة خرج الدعم خرج شهر ستة كانت واجد الفلوس وأخيراً وزارة التقافة الدعم مونح على عينك يا منعدي